هرفت كيف؟ أشكيد دين التصوف دين وافتراء على الله عز وجل بالكذب هرفت؟ واحد كالضعب تاني يفتري على الله كذب يوميا وفي كل ساعة وفي كل ليل ونهار والله ويفتري على الله كذب على وسائل الإعلام في الإزاعات والتلفزيونات وفي الصحف والمجلات اسمه محمد المنتصر لذلك دعكبر مجرم افترى على الله كذب والله الذي لا إلى غيره يزال ينشر كفر وينشر شرك وضلال ما جاء بهذا الكفر والشرك قبله من المشركين بل لم يأتي بما جاء به إبليس إبليس ذاته ما جاء بحاجة زين بالجواحة منتصر هرفت؟ سلق قال في إبليس عزبة الخلق لله تبارك وتعالى لكن محمد المنتصر هذا المجرم الأفات الذي افترى على الله الكذب عقيدته أسوأ من عقيدة إبليس زي ما قال لك أخونا المشركين الأوائل دل ما كان عندهم مشكلة يا أخي في مسألة الخلق ولا كان عندهم مشكلة في مسألة التدبير والرزق عند الله عز وجل ما اختلفوا في هذا العمر ولم يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمر ما قاتلهم لأنه قالوا الخلق لغير الله ولا قاتلهم لأنه قالوا يسربوا الرزق لغير الله سبحانه وتعالى لكن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أشركوا في العبادة جعلوا مع الله إله آخر ده القضية كلها وده القضية التي أرسل الله عز وجل من أجلها الرسل ونزل الكتب ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود ده الموضوع كله فإن تجيب لك شرك ما أشرك به يا أبو جهل ولا أبو لهب إنت ما شوين يا زول وبعد ذا إنت لما تتكلم في الحاجات دي والله قبل يومين في مسجد عرفتها بتاع نصار سنة في شرقنيل هناك مسجد بتاع نصار سنة دي بتاع اسم الزولة واحد من نصار سنة قال لي يا أخي ما أتكلم سعي من غير أسمع أتكلم من غير أسمع ده نصار سنة كيف تبعث نصار سنة كيف إذا ما ردير على الباطل لا والله ربنا سبحانه وتعالى يسألك عن هذا الأمر والله الذي لا إله ربنا قال وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ربنا قال وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِكَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ده تبين سبيل المجرمين ده كيف إذا ما بينت ضلالهم وبينت شركم ده تبين كيف يعني ده تتمسلح بالدعوة وده تأكل باسم الدعوة ناس مجرمين إخوان مسلمين وانصار سنة كلهم عبارة عن مجرمين أكلوا باسم هذا الدين والله الذي لا ده زادهم مفاشرين في الآية دي وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَنَ اللَّهِ كَذِبًا كما قال الله عز وجل في آيات أخرى أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وقال الله عز وجل وَمَنْ أَظْلَم مِنْ افْتَرَى عَنَ اللَّهِ الكَذِبْ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فده الناس مجرمين يا أخي ناس ما خلوا حاجة لحقة الله سبحانه وتعالى إلا الدوهر للأولياء والدوهر للميتين والمقبولين أرفتها يقول ليك الأولياء بعلموا الغب يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام ربنا هو حليو قال له قول للنازل أنا ما بعلم الغب قول له ما ديل ما بعلم الغب ألا يا رغم خمسين سورة ألا نعم أمش أقرأ يا أخي أنت ما فاضي لي يا أخي ما فاضي من الحوليات وما فاضي من التنقث والرقيس أقرأ قال الله جل وعلا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغب قال له بقول له كده قل للناس كده قل له أنا ما بعلم الغب ولا أقول لكم إني ملد إن أتبع إلا ما يوحى إلي فدى الناس يفتروا عن الله عز وجل الكذب هذا المدل محمد المتصر والله الزول دا مفروض تردع لو أنت في أي مسجد وفي أي حتة رفتها ما تخشى من أحد يا زول ما تخشى من زول ولا تخافي زول قلت له خائف الرجل دا ذاته حق منه الناس الساكدوا ديل عندهم مشكلة في توحيد الربوبية ذاته الناس الساكدين عن الكلام في زي ديل في المجرمين وفي المضلين عندهم مشكلة في توحيد الربوبية عرفتها لأنه زل من يخاف من الناس يتكلم فيه أو يقطعوا له المرتب ما نعدى شاقي ذاته إنه الرجل دا بيجي من الله ولا بيجي من الناس دين والله دا ما فروض تقعيد أول هاية تقول لي تعال يا تعال يا بدين يا نصر سنة أقعد الرجل دحق الله بالراحة توريه الرجل دحق الله ربنا بيرزو وكبره أعرفتها لما تقنع بالعقيدة دي بعد ذاك ها قل له أتكلم في نازل والله لأنه يتخاف معناها النازل والله بيقطعوا من المرتب والنازل بيوصلون من الجامع والله إذا الخطيب تقع ماسك المسجد عشر سنين عشر سنين ماسك لك كل ها الوضوء والصلاة وما في أي يعني نفذل الشرك ولا في أي أمر بالتوحيد ولا في نهي عن البدع ما في ليه خائف نزل من المنبر فوق عشان كذا ربنا قال ومن أظلم من افترى على الله كذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله ربنا بعدها قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت قال ابن كثير أي في سكراته وفي كرباته والملائكة باصطوا أيديهم الملائكة باصطوا أيديهم أي بالضرب عليهم كما قال ابن كثير قال بالضرب على أجسادهم حتى تخرج أرواحهم دين المشركين دين المشركين بعدين بيجيبوا الملائكة لي وقت الحضرة وقت السكرات الريكتة يضربوهم وينهالوا عليهم بالضرب ليه لأنهم جعلوا مع الله عز وجل آلهة جعلوا مع الله عز وجل شركاء ولو ترى أيدي الظالمون باصطوا أيديهم والبصطين بمعنى الضرب كما كما قال الله عز وجل على ابني آدم قال إن بصطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصطي يدي إليك ليقتلك أي لأضريبك أرفتها فالملائكة بتضرب الناس بيجعوا مع الله سبحانه وتعالى وزي ما جاء أيضا في سورة العراف فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ربنا سبحانه وتعالى قال حتى إذا جاء أحدهم حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون الملائكة بتجي ربنا قال وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ربنا سبحانه وتعالى طهر ليه لأن يا أخوانا ما في ذلك يقدر حاجة ما في ذلك يقدر يعمل حاجة وكساعدك الشغل ما حق ذول ولا حق الشورة قدعيته مع الله سبحانه وتعالى أرفتها ولا حق الأندات لا شغل حق ربنا سبحانه وتعالى ربنا يرسل له الملائكة شغل المودة أحيان كذا ربنا قال هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار ربنا براه البيت وفاكم قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت أرفتها فالملائكة بتجي للناس بيدعو مع الله سبحانه وتعالى في سكارات الموت بيقول لهم شنو أينما كنتم تدعون من دون الله أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا ضلوا عنا يعني نازل الليلة ما شايفين لنا طريقة ما شايفين لنا ذاتهم ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين شهدوا ذاتهم قالوا إحنا والله كنا كافرين عرفتها فالملائكة تجيب بعدين تضرب النازل ضرب عجيب باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم من هذه السكارات سكارات الموت أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق يا محمد المنتصر اللي زيلك ويا غير من المجرمين تقول علي الله سبحانه وتعالى قولا غير حق تقول ممكن تنادي الأولياء والصالحين وتستدل بآيات إنت ما فهمتها يا أخي التصاقية لغة عربية والله قال ممكن تنادي الأولياء وتنادي الصالحين الدليل قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا قال انظرونا قال معنا مدد مدد نظر نظر يا أبو هاشم يا أخي نظرونا هنا ومعنا مدد يعني ما معنا عدونا والحقونا انظرونا يعني أمهلونا النظر هنا معنا المولى إنتقاد دلغة عربية وقادي دين والله كلو قادي وانظرونا ياتي Cell reference قادي جغرافية والله لانه قال التواتب عنك بالقبر لقد يتجير على مكة في مكة هناك فلغة عربية ودين كلو قادي يا أخي اللك لذلك هذا الرجل افترى على الله كذبة يوميا يجيب كذبة جديدة يوميا والله يكذب يكذب يقول له أقوال يقول لك كما قال القرطبي في تفسيره كما قال ابن تيمية هو كذب كله فهذا الرجل مجرم وغيره من أصحاب الطرق كل الأشعار التي جابوها أصحاب الطرق كلها كذب وافتراء على الله عز وجل وقول على الله سبحانه وتعالى غيرهم حيث كذب ربنا قال إنه لا يفلح الظالمون لذلك يا أخوانا الموضودة إليفت ماهيم إنك كونه تقول الساكن تبشي تشتغل تشتغل في الجامع تشتغل في بيتكم تشتغل تبتفسر مع الناس تحذر من الغارة من المجرمين ليه لأنه يا أخوانا دي نشر الكفر على مستوى الإعلام والله أختك سقع قاعدة في البيت وأخو قاعدة في البيت ما فهم مسكن افتحى لزاع إيقى الظولة شغال إيقى الظولة شغال ويجيب له شبه ده يرد على كيف ولا يعرف الحق كيف لا عدم تشتغل إنتك إنت الظولة يعرفت الحق ربنا سبحانه وتعالى بيسألك ربنا قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وأطغف إلى من الله يا زل تبين تكشف الظولة في أي حتة في أي مكان وتبقى ماري هذا وصل الله وصله على بينا محمد نقدم أخونا ماذبراهيم